لا يختلف اثنان ان ازمة الهجر غير الشرعية باتت واحدة من اعقد الازمات التي يواجهها العالم اخر المستجد تقول ان اكثر من الف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط منذ يناير 2018 وفق الامم المتحدة حصيلة الوفيات المؤسوية هذه تؤكد بان الحروب والفقر يواصلان دفع الناس في رحلات يائسة تكلفهم مدخراتهم وكرمتهم وفي نهاية المطاف حياتهم ما جعل المجتمع الدولي يطالب بمعالجة الاسباب العميقة للهجرة اتي هذا في وقت برر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني المناهض للمهاجرين منعه سفنة الانقاذ اكواريوس من دخول الموانئ الايطالية مهمته هي الدفاع عن حدود هذا البلد العظيم الذي لا يمكن ان يصبح مخيما للاجئين لذلك فان الذين لديهم الحق في دخول ايطاليا سيدخلون وهناك مرافع اسبانية ومرافع فرنسية ومالطية ومرافع خولندية سالفيني رد ايضا على انتقادة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على سياسة ايطاليا الخاصة بالمهاجرين وتحداه ان يستقبل 600 الف مهاجر وصلوا الى ايطاليا على مدى السنوات الماضية العالم كبير ثم يأتي الفرنسيون ويحاولون جدال معنا حول امور تافهة ثم هناك تلك الشخصية التي تأتي ببدلاتها وربطة عنقها لتقول الايطاليون اشرار فيما يرفض ذلك الشخص الاف النساء والاطفال على الحدود الفرنسية الايطالية ينبغي عليها ان يثبت بالحقاق مدى كبار قلب الفرنسيين وكان ماتيو سالفيني تعهد هذا الشهر بعدم السماح لسفن الانقاذ بجلب مهاجرين الى ايطاليا مما ادى الى تقطع السبل بسفينة اكواريوس التي ترفع عالم هولندا للبقاء في البحر لايام وعلى متنها اكثر من 600 مهاجر الى ان عرضت اسفانيا استقبالهم فيما نفت الحكومة الهولندية مسؤوليتها عن السفينة ما دفع ايطاليا لفتح تحقيق حول الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة